تحت رعاية صاحب السمون الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حضر معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله أهل خليفة رئيس المجلس العالي للصحة حفلة تخريج جامعة الخليج العربي بهذه المناسبة شهد معالي بالدور الفاعل للجامعة في رفض المنظومة الصحية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكوادر الطبية إذا أسهمت منذ تأسيسها بتخريج ثلاثة ألاف وخمسمائة وسبعة وعشرين طبيبا وطبيبة كما أثنى على رمزية الجامعة والتي تجسد روح التعاون بين دول المجلس هذا وألقى سعدة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمنا مجلس التعليم العالي كلمة نشر فيها إلى ما تحقق في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم من إنجازات تعليمية وصحية رائدة مشيدا بدعم سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء للمسيرة التعليمية من جانبه رفع معالي الدكتور سعد بن سعود آلف هيد رئيس جامعة الخليج العربي أسماء آيات الشكر والامتنان لجلالة الملك المعظم على موجدته الجامعة من دعم كبير معربا عن تشرف الجامعة برعاية سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء لهذه المناسبة هذا وقد شهد الحفل كلمة لخريج جامعة الخليج العربي معالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزير الصحة بدولة الكويت الشقيقة أكد خلالها أن الجامعة رمز للهوية الخليجية وجسر يربط بين دول المجلس بعد ذلك كرم معالي رئيس المجلسة للصحة المتفوقين من طلبة كلية الدراسات العليا وطلبة كلية الطب والعلوم الطبية منذ نشأة جامعة الخليج العربي وهي تشكل شريكا أساسيا في الجهود الرامية للارتقاء بمستوى التعليم ليواكب متطلبات الحاضر ويسهم في صناعة المستقبل في البحرين ودول الخليج العربية وأخذت الجامعة على عاتقها مسؤولية تزويد خريجيها بمهارات القيادة وعززت لديهم روح الإبداع والابتكار وحفل تخريج جامعة الخليج العربي للعام الأكاديمي 2023-2024 احتفاء بكوكبة جديدة تنضم إلى خريجي الجامعة خلال مسيرتها التعليمية تقنية الحيوية الطبية واحد من أهم التخصصات الموجودة في جامعة الخليج العربي وإحنا كمقتربين كنا حاسين أن البحرين هي ديرتنا الثانية مثل الكويت بالضبط وما قصروا وكانت رحلة الدراسة رحلة جدا جميلة جدا سعيدة على التنظيم وعلى صراحة الحفاوة اللي شفناها اليوم بالبحرين وهذه مو قريبة على دولتنا الثانية البحرين رحلة الدكتوراه كانت ممتعة على قد ما كان فيها من عقبات وتحديات وصعوبات لكن فضل الله سبحانه وتعالى أول شيء ودعم الوالدين ودعم الأهل ودعم اللي يحبونك ودعم الدكاترا جاوزناها طبعا هذا بالنسبة لنا يوم مميز لأنه يختصر السنين والدراسة من اجتهاد من مواقف يعني إيجابية مع الطلبة مع الزملاء مع الأساتة والدكاترا يعكس تخريج جامعة الخليج العربي من الطلبة والطالبات اهتمامهم بالعلم والمعرفة وحرصهم على التفوق والتمييز وأن ما تحقق يعود إلى جدهم ومثابرتهم خلال فترة رحلتهم الدراسية التي رافقها الإصرار والعزيمة ليعيشوا لحظة تخرجهم بكل فخر واعتزاز سعي جدا اليوم بتخرجي من كلية الطب جامعة الخليج العربي حابة أوجه الشكر لعائلتي واصدقائي واشكرهم على وكفتهم معي طوال السنوات الدراسية الله الحمد اليوم تخرجنا على الخير وصدنا دكاترا واليوم قدرت أشارك مشاعري والفرحة وإهلي وعز ناس لي بذن الله يعني القادم المستقبل أحلى وفضل بذن الله أحمد ربيل لوصلت لي إلى هذا المرحلة وتخرجت بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى وهذا شرف لي وأشكر كوادر العلمون لهذه اللحظة من جامعة الخليج العربي شهد حفل تخريج جامعة الخليج العربي 279 طالبا وطالبا من كلية الطب والعلوم الطبية وكلية الدراسات العليا ليكونوا شركاء فاعلين ومساهمين في المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين ودول الخليج العربية في مختلف صعود والمجالات لطالما تميزت جامعة الخليج العربي بدورها الفاعل في رفع جودة التعليم وتطوير برامجها التعليمية لتعزيز مكانتها الرائدة لنشهد حفل تخريج كوكبة جديدة من الخريجين بمختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين